افتتحت وزيرة التجارة والصناعة نوفين جامع يرافقها من العوض محافظ دميات معرض صنع في دميات والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع محافظة دميات للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري إلى هناك أحمد الحسيني أحمد حدثنا عن المعروضات وحجمها في هذا المعرض وأيضا عدد الزائرين ومدى ملأمة الأسعار لحجم الحضور نعم صحر تحية لك بالفعل كان الافتتاح اليوم في تمام الرابع عصرا افتتحت وزيرة التجارة والصناعة دكتور نوفين جامع يصاحبها سيدة محافظة دميات السيدة أو دكتورة منال عوض هذا المعرض الذي يضم الكثير من صناع وتجار دميات وعددهم هنا المشاركون في هذا المعرض صنع في دميات 62 عارضا يشاركون بأفضل ما لديهم من منتجات من محافظة دميات من مدينة الأساس نحن نتحدث عن معرض يستمر لمدة عشرة أيام حتى الثاني عشرة من مارس الحالي ويفتح أبواب المعرض يوميا من العشرة صباحا وحتى العشرة مساءا هنا في أرض المعارض بمدينة نصر بجهاز تنمية المشروعات الكائن أو الموجود في شارع صلاح سالم بمدينة نصر هنا الكثير من المنتجات ومن المعرضات بذات القامات والجودة العالية وأيضا أسعار تنفسية هنا يوجد أسعار تنفسية وهناك أيضا طجار وصناع مشاركين في هذا المعرض مدعومين من وزارة التجارة والصناعة ومن جهاز تنمية المشروعات وبالتالي فالدولة تتحمل جزء من تكاليف هذه المنتجات هنا في المعرض يوجد عروض حيث يتم فرش شقة بأكملها من غرف نوم وصفر وخلافه بأسعار تصل إلى 30 ألف جنيه وهناك أيضا خامات أخرى تصل أسعارها إلى 45 ألف جنيه وعندما سألت عن هذا المبلغ قيل لي أن الدولة تدعم هذه المنتجات وأولئا الصناع بمبلغ من الأموال وذلك ممثلا في جهاز تنمية المشروعات هنا العديد من التصميمات العصرية هناك تصميمات أيضا خاصة بالكلاسيك والمودر يعني جميع الأضواق المواطن يستطيع أن يجدها هنا في هذا المعرض معرض صنع في دوميات وبالتالي هو فرصة كبيرة جدا للمواطنين ومن يقبلون على الزواج وفرش شقاقهم أو يريدوا اقتناء بعض المنتجات من دوميات بدل الزهاب إلى دوميات هذا فضلا أن هناك مراحل أخرى في هذا العام سيتم أيضا تدشين وتنظيم هذا المعرض في شهر يونيو القادم وأيضا في شهر ديسمبر القادم من هذا العام بإذن الله نعم إذن المعرض مستمر لمدة عشرة أيام مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني كنت معنا من معرض دوميات للأساس شكرا جزيلا لك